السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة الكيوباز اللي يكونوا اصدار 13 باضافة جميلة جدا الشون شنو الاضافة وهواي هو باضافات جديدة يعني تختلف عن الاصدارات السابقة يعني قبل احنا تشننا يعني اذا عدنا تعرفون التسجيل الصوت يكون يعني مو استيريو مونو تمام زيان انا هذا الصوت هس استيريو العفو مونو اريد اخلي استيريو يعني قبل اما سوي لي مكس داون او تروح على الرندر هذا الطريقة منها ترندرها وراح يتحول عندك هذي رندر تطلع دناها لعدادات انحولها بهي الشكل هذا راح يحمل حسب حجم الصوت وبعديا راح يحوله اليك الى استيريو لكن هذا الطريقة يعني متعبة شوف هسا حولها اليه هنا بهذا الشكل شنو حوله على الطريق استيريو تمام صار عدة هذا الصوت هنا استيريو زيان انا هذي ما اريدها نطقها حدث اريد يخليلي وتعرفون اكو اا يعني بالنسبة للفلاتر اكو بيهن ما يشتغلن عن استيريو واكو بيهن يشتغلن بس على استيريو وما يشتغلن على مونو فاحنا بهتش حاله نحتاج الاتراك يكون استيريو جدا سهل الطريقة وكالاتي الطريقة كالاتي شباب انا هسا عنده هذا الصوت او عندي هنا هذا الفلاتر ومن ضمن هذا الفلاتر الفوكل تشاين تشين هذا بيه اه طبعا بالهوارش سبق ما شرحت يعني شرحت لك عنه هنا عدنا شنو وعدنا الليميجار وعدنا الريفير وعدنا الديلي اللي ذنى مهمات احنا بالنسبة لنا نختار نختار هنا وهنا كل الفلاتر انت تقدر اه تحتاجن وتنزيل اه يعني بكل مشروع انت لازم ذنى يكون ضروريات عندك فالقصد من هذا الفلتر الفوكل تشين انو ذنى عندك الديلي انا بنرده فعله بهي الشكل هذي اه بونج اختار الصدى مالته الصدى مال الديلي تمام احسا وبعدين نرجع للستيريو احنا ليش اختارينه اه او خلن حال انت ما صير اه شوية اه صعبة الطريقة التحويل الستيريو بهي الشكل هذا تباوع لهذه الجهة جهة التراك عندك هنا اه المونيتر عندك الديت عندك هذي القائمة شوف هسا انا من ضغطت من ضغط راح اضغط عليها راح يصير يتحول صار استيريو تمام يعني هسه صار عندك استيريو شوف ها استيريو اه هسه انا من اسجل راح يقرأ عندي خطين بس خلي بالك وياه شو هسه هنا لان هو انا حاليا جاي يسجل فما يصير المايك يسجل يعني جاي اسجل الصوت لكم المهم فهس انا عندي شن هو صار عندي يعني الصوت من السجل يصير استيريو ليفت و رايت يصير عدي يعني ما يصير بهذا الجهة بهذا الشكل هس انا عندي هنا مونو انت هسه راح تقل لي ما تغير عندك لا هو تحول مونو ما لك علاقة بالهذا يعني الصوت اه العفو تحول استيريو ما لك علاقة بالصوت المونو هسه التواضع عندك هذي طبقة تكون مونو لكن هي بالاساس اتغيرها صار استيريو زين وهنا هنا صار عدي استيريو اه الفلاتر اللي مهمة لازم تكون هي ما تشتغل الا على استيريو اللي هو هذا الفتر الديلي ما يشتغل الا على استيريو فاحنا ايش نختار نختار بونك بونك من اه من قائمة الديلي هذي نفعلها ونروح هنا عندك مونو عندك استيريو انت عوف بونك بونك هذا شن هو هذا يطيك اه الصدا راقي خصوصا للمجالس للشور شن هو اللي راح يطيك اه يعني الصوت راح يطيك شن هو هنا عندك اه يعني قوة الصدا المال الديلي شي قد تريدها هنا عندك العفو هنا عندك القوة اه العامة يعني القوة ما الديلي اش قد فانت هنا من اختاريت بونك 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 اه لا تخلي بها الضخامة هذا لانه راح يصير ضخم عندك الديلي في بهاي الشكل هذا نخلي نزغره نخلي بهاد المنطقة او هاد المنطقة تقدر تتحكم بهاي شكل وراح يدخل عندك الصوت من السماعة اليمني لليسره راح يفتر يعني الصوت كلش حلو يصير عندك وتقدر السماعة تطيصوله بس الصده وتقدر اه لهذا المنطقة اتكبرها هذا الفلتر يشتغل على استيريو هو يشتغل على اه يعني على المونو بس ما راح يطيك العطاء ما للستيريو اذا على استيريو راح يطيك فد اه ديلي كلش حلو اذا جاي يسمعون بالمجالس الشور وخصوصا من اللباس من كربلاء يختارون هذا البونك بونك ليش اللي ان الصده يفتر يفتر يعني يتحول اه اه الديلي او التردد من اليمني لليسره او العكس فجدا راقي شباب يعني لازم انت تتحول من سجلت مونو يعني انت سجلت مونو او بعديا تروح هنا بهذا الهذا الخيار هسان شان اه سويته شان اه هي مخليها استيريو فاذا نقطة وحدة مونو واذا اه نقطة راح يتحول عدك راح يصير عدك استيريو بعدين تقدر تتحكم حتى الصوت راح يتغير عدك يعني من ناحية الخامة من ناحية الترتيبات وبالنسبة لهذا الفلتر راقي جدا هذا انصح باستخدامه بالكيو بيس الثلاثة عش كل شراقي ليش لانه يعني انت اصلا ما تحتاج فلاتر خارجية اذا ما يعني هنا المية يريد نقول خمسة وتسعين بالمية الاستخدام لكافة الاعمال تكون بدني الفلاتر يعني لا غير ليش لانه عدك انت اه عدك الكات فلتر قص المناطق اللي هذي هنفعلها هذي حتى توضع عدكم هذي المناطق دائما تكون يعني هي بالاساس تنقص اه عدك اللي هو الشي للنويز او الصدل براك اذا كانت غرفتها غير محكومة عندك البيتش هذي دوم هي اه بالاساس تجي متفعله فانت تلغيها ليش دي انه هذي بطبقات للقرار فما نصحك بها عدك هنا الدي سر اللي هو يسوي لك منطقة الحروف السين والصاد وهذا الاشياء عندك الديناميك داني دايناميك يات جدا راقى هذي الفلتر بالاضافة الكمبرايسر اه يعني في الفلتر راقي جدا هو فلتر واحد وحاط لك يعني بعشر فلاتر جوز حوالي ما حاسب انداني قدامكم وبنفس الوقت ما يخلي جهد على الحاسب يعني هسته كم فلتر هنا عشر فلاتر او اكثر او اقل بقليل او يحسب لك فلتر واحد يعني ما راح تخطي عندك الحاسبة ما راح اه اتحسك وقطوعات عندك وثقل بالحاسبة فما راح يخلي عندك مشاكل بالاضافة احنا قلنا تختار هن الاساسيات عندك اللي هو يفتح الصوت هذا مهم عدك الديلي عدك الريفير اهم شي هنا ذنة ثلاث بقائمة يعني هم مسوي لك اه شلون اه سايتشين هنا مفعلينها اليك اه تلقائيا ما اتعب نفسك هنا عندك هذا الريفير جدا راغب بالاضافة نفس الشي يعني الديلي اذا تحب انت اه اه اتخلي بيه ريفير يعني الديلي تخلي بيه ريفير على موت شنو اه فعلته تروح على هذا هنا هذا يعني اغلب المجالس البعض يحبون بالديلي يكون ريفير فانت من فعلت الديلي وفعلها ساعدك يا طافيا فمن تضغط عليها رح تتفعل عندك هذه الخانة وبعدين انت تقدر هي رح تطيك فدرونة خاص بيها تقدر بالقوة مالتها تتحكم بيها فهذا بالنسبة يعني شتون تحول الاتراك من ديلي اه من مونو الى استيريو هذا الطريقة تحدد الاتراك وتروح على هسه هو صار مونو هسه صار استيريو من تسجل رح يسجل عندك استيريو او العطاء مال الفلاتر رح يشتغل استيريو مونو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته